الصلح الصلح معناه في اللغة قطع النزاع وأما عند الفقهة فهو عقد يحصل به قطع النزاع في الأموال عقد يحصل به قطع النزاع في الأموال دل على مشروعية الصلح قول الله سبحانه وتعالى والصلح خير في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين قال فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى الصلح إنما يجوز بشرطين الشرط الأول أن يكون مع الإقرار فلا يصح الصلح مع الإنكار والشرط الثاني بارك الله فيكم أن تسبقه خصومة إذن شروط الصلح أن يكون مع الإقرار فلا يصح الصلح مع الإنكار والشرط الثاني أن تسبقه خصومة ولذلك يقول صاحب الزبد رحمه الله الصلح جائز مع الإقرار بعد خصومة بلا إنكار ثم نقول الصلح إذا وإذا كان على بعض المدعى فإننا لوهن سلح حقيطة إذا كان على بعض المدعى فإنه يسمى سلح حقيطة وإذا كان على غير المدعى فإنه يسمى صلح معاوضة إذا كان على بعض المدعى يسمى صلح حقيقة ما معنى صلح الحقيقة؟ ما مثال ذلك؟ مثال ذلك لو قال شخص مثلا صالحتك على الألف التي عليك بخمسمائة أنا لي دين على زيت مقدار الدين ألف دينار فقلت له صالحتك على الألف التي عليك بخمسمائة إذن هنا تم الصلح على بعض المدعى هذا يسمى حقيقة أي حططت عنه جزءا من المدعى أو صالحتك على الأرض هذه على نصفها صالحتك من هذه الأرض على نصفها هذا يسمى صلح حقيقة إذن صلح الحقيقة هو الصلح على بعض المدعى وأما النوع الثاني وهو صلح المعاوضة وهو الصلح على غير المدعى مثلا يكون النزاع بيني وبين زيت في أرض ثم يقر لي بها بعد خصومة فأقول له صالحتك من هذه الأرض على هذه السيارة صالحتك من هذه الأرض على هذه السيارة فتم الصلح الآن على غير المدعى هذا يسمى صلح معاوضة هذا ما يتعلق بعقد الصلح من العقود اللازمة عقد المسابقة ولو نظرنا إلى أطراف عقد المسابقة لو وجدنا أنها أربعة أطراف المتسابقان والسبق بفتح الباء أي عوض السباق ومجال السباق ما يكون فيه المسابقة وأيضا أدوات السباق أربعة أطراف أما المتسابقان فيشترط فيهما أن يكون جائزي التصرف تقدم معنى مرارا ما معنى جائز التصرف يشترط فيهما الرضا وهو داخل في جواز التصرف ويشترط فيهما أن يكون قادرين على ما يتسابقان به وأما شرط السباق الذي هو العوض فيشترط فيهما يشترط في الثمن ومن تلك الشروط أن يكون معلوما فما أنه يشترط أن يدخل بين المتسابقين بقيني محلل إذا كان العوض منهما وحين إذن نقول إن العوض الذي هو السباق قد يكون من أجنبي أي من غير المتسابقين وقد يكون من واحد منهما هذه الحالة الثانية وقد يكون منهما هذه الحالة الثالثة إذن عندنا كم حالات؟ عندنا ثلاث حالات السباق قد يكون من أجنبي يعني من شخص غير المتسابقين وقد يكون من واحد منهما وحينئذ الفائز منهما يأخذ هذا العوض يأخذ هذا السباق لكن إذا كان السباق منهما أي من المتسابق الأول ومن المتسابق الثاني فهذا دفع وهذا دفع والفائز يأخذ المجموع فحينئذ حتى لا يحصل القمار الذي هو المخاطرة بين الغنم والغرم يجب أن يدخل بينهما محللا هذا المحلل شخص يتسابق معهما ويكون متكافئا لهم يكون قفئا لهم إن فاز أخذ السباق وإن خسر لا يغرم شيئا لا يدفع شيئا متى يشترط وجود المحلل يشترط وجود المحلل إذا كان السباق منهما إذن نقول السباق إما أن يكون من أجنبي وإما أن يكون من واحد منهما وحينئذ لا يشترط المحلل فإن كان السباق منهما فإن المحلل يشترط حينئذ لألا يحصل القمار الذي هو مخاطرة بين غنم وغرم يشترط أن يدخل بينهما المحلل ويكون هذا المحلل كفءا مكافئا لهما مجالات السباق يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاصر مجالات السباق في هذه الأشياء الخف أي السباق على الإبل وهذا قطعا في المذهب يرود النص فيه وهو الحديث وقيس على الإبل الفين الفيلة فيصح السباق عليها لأنها تستخدم أيضا في الحرب ولذلك يصح السباق على الفيلة على الأظهر في المذهب وقول النبي صلى الله عليه وسلم النصل أي الرمي وفي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل فاسترى النبي صلى الله عليه وسلم القوة بأنها الرمي ويدخل في الرمي الرمي بالسهام والرمي أيضا بالرصاص وقول النبي عليه الصلاة والسلام أو حافر أي على الخيل فيصح السباق على الخيل قطعا في المذهب وقيس بالخيل البغان والحمير فيصح السباق عليها على الأظهر في المذهب هذه المجالات التي يصح فيها السباق بمعنى أي يصح فيها العوض أن يدفع من الطرفين يشترط في هذه الأشياء التي يحصل فيها السباق أن تكون معينة فمثلا الخيول تكون معينة سيكون السباق على الخيل الفلاني والخيل الفلاني أو الجمل الفلاني والجمل الفلاني وأن تكون المسافة أيضا معلومة وأن تتحد الأنواع فمثلا لا يصح السباق أن يكون أحد المتسابقين على خيل والآخر على جمل على جمل فلا بد أن تتحد الأنواع عقد السباق من العقود اللازمة كما مر في بداية الكلام وهذا بعض ما يتعلق بهذا العقب الذي كان في الزمن القديم مسائله محصورة ويعد الإمام الشافعي رحمه الله أول من ابتكر جمع أحكام المسابقة في كتاب واحد والله أعلم وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا